بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن اليوم ندشن ساعة الإنجاز الملموس إذن اجتماعنا هذا يمثل لحظة تاريخية لانطلاق مرحلة مختلفة في مسيرة التنمية الاقتصادية مرحلة تفتح فيها أبواب رزق جديدة يعم خيرها البلاد والعباد يسعدنا اليوم أن نحتفل معا بإطلاق نمو السوق الموازية تزامنا مع مرور عشر سنوات منذ تأسيس شركة السوق المالية السعودية تداول وقد جاءت هذه الخطوة مواكبة لاستراتيجية تداول والهادفة لدعم خطط تطوير السوق المالية في المملكة وبالتماشي مع رؤية المملكة 2030 والداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم إن إطلاق سوق بحجم نمو السوق الموازية يتطلب درجة عالية من الكفاءة والجاهزية الإدارية والفنية والتقنية وقد اشتركت إدارات تداول بمختلف تخصصاتها في هذا العمل مما ساهم في جاهزية السوق في وقت قياسي وأود أن أنتهز هذه الفرصة ليقدم هذا الإنجاز لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده العمين وولي ولي العهد يحفظهم الله كما أهني كافة الشركات التي سيتم إدراجها اليوم كونها أول مجموعة من الشركات المدرجة في نمو السوق الموازية متمنين لهم جميعا النجاح والتوفيق في هذه الخطوة والشكر أيضا موصول لهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمشاءات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار كونهما شركاءنا في النجاح أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام إن إطلاق نمو السوق الموازية هو مشروع وطني بني بسواعد أبناء الوطن الطموحين ونحن نفخر في تداول بالعمل مع مثل هذه الكفاءات التي حملت على عاتقها هذه المسؤولية الكبيرة وما فتأت تعمل حتى هذه اللحظة بكل إخلاص من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام في تاريخ السوق المالي السعودية وتاريخ اقتصاد المملكة وفي الختام أدعوكم وإياي إلى العمل منذ اليوم للحصول على مكان للغد فلا شك أن لقاؤنا هذا يشكل علامة فارقة في تاريخ اقتصادنا وفرصة واعدة لنبني معا مستقبلا مشرقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر